أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جانب أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة بالمملكة العربية السعودية صلاة الجنازة على جثماني صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم خالص تعازي وأصدق مواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى العائلة الملكة الكريمة في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله كما قدم سموه تعزيه ومواساته إلى العائلة الملكة الكريمة داعيا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكينها فسيح جناته ويلهم العائلة الملكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء